هل يريد لجنة القرار أو تغيير لقرار؟ والتي تؤكد على السعي لحل سياسي للصراع السوري والاستمرار في الوقوف مع شعب سوريا وبذي مزيد من الجهود لضمان وقف دائما لإطلاق النار ومواصلة العمل في اللجنة الدستورية بعيدا عن عناد النظام بحسب نص مشروع القرار إضافة لذلك يدينه المشروع الجديد ما وصفها بالفضاعات التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري ويعيد التأكيد على التزام واشنطن بتحميل النظام وداعميه مسؤولية جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ويعرب عن دعم السوريين المدافعين عن حقوق الإنسان وجهودهم السعية لتوثيق عنف النظام وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومن بنود المشروع دعم تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري إضافة للتأكيد على أهمية تطبيق قانون قيصر الذي بدأ تنفيذه منتصف العام الماضي وفي هذا الخصوص دعا المشرعون الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وضع سوريا ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية مشيرين إلى أن الهدف من قانون قيصر هو محاسبة النظام وداعمه الدوليين على الفضاعات التي ارتكبوها ضد الشعب السوري وتجريده من موارد تمويل ماكينة الحرب إضافة إلى إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي تحذر من عودة العلاقات إلى طبيعتها مع نظام الأسد مشروع القرار سيتوجه إلى مجلس الشيوخ لإقراره ومن المتوقع أن يمر بسهولة بحسب الشرق الأوسط بسبب الدعم الكبير الذي حصل عليه من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء صحيح أن المشروع غير ملزم لكن أهميته تكمن بالدعم الذي حصل عليه حيث رحب رئيس اللجنة الديمقراطي بوب منديز وزعيم الجمهوريين جيم ريتش بالدعم الكبير الذي حصل عليه المشروع مشددين على ضرورة محاسبة الأسد وداعميه حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت وفق قولهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر